كلسون الخام الألماني يعتبر عبود بهنى سلطان من الناس الميثورين بمعايير القرية ولذلك فعندما شاهد على حبل الغسيل كلسون الخام الألماني الذي أصبح ضيقا عليه بعض الشيء فكر في التصدق به على نجم القاضي أما نجم القاضي ومع أنه محتاج ويستحق الصدقة فعلا فإن شيئا وحيدا فقط كان لا يحتاج إليه وهو الكلاسي فقد كان عنده وفرة منها لأن كل أكياس الطحين كانت تتحول على يدي زويته إلى كلاسين ولكنه خجلا قبل الصدقة التي جاء بها عبود بهنى سلطان في كيس لفه وأعاده إلى جيبه بعد أن أخرج منه الكلسون وقدمه إلى نجم ونوه له بحركة تدل على قيمة الهدية خام ألماني حتى لو قمت بحفه بالحجر فلن يهترئه كثر الله خيرك أجابه نجم دون اكتراث ووضع الكلسون جانبا وهذه اللحظات بالذات كانت بداية لمأساة نجم التي ستسجل في تاريخ القرية ففي اليوم التالي تحديدا شاهد عبود بهنى سلطان نجم القاضي في الساحة وقبل أن يقول له صباح الخير بادره على مسمع الجميع سائلا كيف الكلسون؟ أرجو أن لا يكون ضيقا لا 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 شكرا كل شيء على ما يرام أجاب نجم القاضي مزدردا لعابه إحراجا أمام من لفت انتباههم سؤال عبود وتنفس الصحاداء عندما عاد كل إلى أشغاله ولكن عبود عاجله بالسؤال الثاني هل دكة الكلسون رخوة؟ أما زالت نتينا إذا كنت تشعر بها رخوة فعندي ذراع ونص من المطاط أعطيك إياه تدكك به الكلسون لا لا الحمد لله ليست رخوة متينة متينة جدا وازدرد لعابه إحراجا مرة أخرى بعدما زاد عدد المهتمين عندما وصل الحديث إلى دكة الكلسون ممتاز ممتاز قال عبود ثم تابع لم أنم طوال الليل بسبب التفكير خشيت أن تكون الدكة قد ارتخت فقلت لنفسي سيعتب علي نجم ويقول آه تحسن علينا عبود بكلسون دكته رخوة شعر نجم وكأنه في دوامة من الرمال المتحركة فتمنى أن تبتليعه وتنتهي معاناته أو أن تهب عاصفة وتكنس وجه الأرض من آخر حبة رمل واكتفى بالجواب مجاملة كثر الله خيرك لم تقصر أبدا لم تقصر ما الذي تقوله يا رجل لم أقم بأكثر مما يمليه الواجب إنه مجرد كلسون من يسمعك يظن أنني أهديتك مرسيدس لم يرد نجم راجيا أن يقطع حبل الحديث بصمته وكان مصيبا فيما فعله فقد صافحه عبود مهنة سلطان وتابع طريقه عاد نجم القاضي إلى بيته معكر المزاجي واستمر معه ذلك حتى غفى ليلا بعد صراع طويل مع الأرقي حيث راودته أحلام وردية جعلته ينسى عبود مهنة سلطان وكلسونه الخام الألماني إلا أن سيرة الكلسون الخام الألماني لم تقفل هنا ففي اليوم التالي عندما صادفه عبود في الساحة صاحبه وهو يحث الخطى نحوه طمني نجم طمني كيف الكلسون الكلسون بألف خير الحمد لله أجاب نجم ممطعضا بعض الشيء ولكن عبود لم يلاحظ ذلك في نبرته بل شاهد فيها آيات الشكر على هذا الكلسون الذي اعتقد أنه الحدث الأهم في حياة نجم ومد يده إلى جيب الجاكت وأخرج من هناك شيئا ما مده إلى نجم قائلا أمسك أمسك لقد أحضرت لك المغيطة من أجل دكة الكلسون خشية أن ترتخي أو تنقاطع وأنا مسافر وضع نجم المطاطة في جيبه ولم يشكره حتى خشية أن يطور الحديثة خاصة وأنه كان يشعر أن الجميع يشاهدون كلسونه وهو يتحدث مع عبود غير أن عبود فاجأه بسؤال لم يكن في الحسبان هل تعرف كيف تدكيك المطاطة في دكة الكلسون أم أشرح لك تلوى نجم وتمنى لو كان في يده سلاح ناري ما لكي يفرغ كل طلقاته في قلب عبود ولكنه بالطبع أبقى على هذه الأمنية حبثة رأسه وأجاب يا رجل تسأل وكأنني سأخترع كنبلة ذرية إنها مجرد مطاطة آه كنبلة ذرية تسخر تسخر مني الألمان كل صناعاتهم معقادة ولها طريقة خاصة للتعامل معها حتى الكلاثين يا سيدي هل تعلم أن تدكيك كلسون ألماني أصعب من اختراع كنبلة ذرية يابانية ثم نظر إلى حزام بنطال نجم وقال له أنزل البنطال وهنا لم يجد نجم بدا من التذمر وقال لا 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 يوجد مشكلة يا أخي إذا قطعت دكة الكلسون أو ارتخت سأرفع الكلسون لماذا خلق الله للإنسان يديني؟ لكي يرفع كلسونه إذا ارتخت الدكة لاحظ عبود الخجل في ملامح نجم فسخر منه إحمر وزرق واخضر لأنني قلت له أنزل البنطال ما بك؟ ما بك مثل النساء؟ قلنا لك أنزل البنطال ولم نقل لك أخلع أنت رجل يا أخي رجل لا دعي للخجل لن تخرب الدنيا إذا وقعت عين أحدهم على دكة كلسونك لم يجد نجم بدا من تلبية طلب عبود وندم لأنه اعترض في البداية فقد ازداد عدد المراقبين ثلاثة أو اربعة أشخاص بالسبب ذلك فأنزل البنطال وسرعان ما أمسك عبود بالدكة وأخذ يشرح له هنا يوجد فتحة تعلق المطاطة بدبوس وتبدأ بتدكيكها حتى تخرج من الطرف المقابل فتربطها وانتهى الأمر هذه النظرة فعاجله هل أطبقت السماء على الأرض لأنك أنزلت البنطال لم تطبق لا تزال في الأعلى والأرض مكانها في الأسفل والحياة مستمرة كما ترى في تلك الليلة لم يشاهد نجم أحلاما وردية بل عاش كابوسا ثقيلا فيه الكثير من الكلاثين التي كانت تحاصره مكشرة عن أنيابها وأكثر ما بعث الرعب في نفسه بينها ذلك الكلسون الضخم الذي كان يحلق على ارتفاع منخفض ويصليه بسواريخ جو أرض ولأن كل شيء ميسر في المنام فقد وجد نجم زوجته تمد له مدفعا مضادا للطائرات أخذه منها على عجل وسدد على كلسون F-16 كما سماه لاحقا من باب الدعابة ولكن المدفع كما في كل الكوابث أصيب باستعصاء ولم يعمل بينما أطلق الكلسون على نجم صاروخا لا يمكن القول إنه مزقه إلى أشلاء فقد نثره نثرا وجعله يتطاير في الهواء على شكل رذاذ استيقظ نجم من الكابوس وتلمس جنبات جسده وعندما أدرك أنه حي يرزق ماسح عرقه وشرب الماء ولم ينم بعد ذلك تلك الليلة في اليوم التالي كما في الأيام التي سبقته شاهد عبود مهنى سلطان نجم القاضي في الساحة التي تصب فيها دروب القرية كلها وكالعادة أيضا سأله كيف حال الكلسون بألف خير وفي غاية الشوق إليك رد نجم وفي نفسه رغبة في توجيه لكمة إلى أسنان عبود الأمامية بحيث يشاهد بعدها الدم يشخب من لثته نوافير غزيرة تتحول إلى بحيرة تبتلع عبود وكلسونه الخامة الألمانية معا أما عبود الذي لاحظ تغيرا في نبرة نجم فقد ظن أن نجم يداعبه فتابع أنا لا أسألك عن الكلسون عبثا فقد تذكرت ليلة أمس أنني لم أنبهك لكي لا تغسل الكلسون في غسالة اغسله باليد فهو يكش وهذا هو العيب الوحيد فيه مريح للجسم ناعم على الجلد ولكنه يكش كلاثين الخامس صناعية المحلية لا تكش ولكنها بالمقابل خشنة كالجنفيص عندما تلبسها تشعر بمحاشمك عدم المؤخذة وكأنها على قطعة برداخ ما العمل؟ هكذا هي الدنيا لكل شيء كما قال أبو العلا إذا ما تم نقصانه يا ابن ستين هل تظنني ألبس كلسونك الخام مرة وإلى الهبد؟ لقد غسلت عشرين مرة منذ أن ابتليت به هكذا كان نجم يتمنى أن يقول لعبود ولكنه لم يقله بل قال له الحمد لله ليس عندنا غسلة ممتاز ممتاز قال عبود وتابعه أيضا أريد أن أنبهك إلى عدم استعمال مساحيق الغسيل لأن مساحيق الغسيل تتفاعل مع الخام ويبقى أثرها فيه مما قد يؤدي عدم المؤاخذة إلى حكة في المحاشم وأنت تعرف كم يشعر المرء بحرج إن اضطر إلى حك محاشمه في الشارع أو في جلسة ما سيلاحظ الناس ذلك ويعيبونه عليه زوجته لا تعرف غير صابون زهر الزيتون قال نجم محاولا أن ينهي الموضوع أفضل شيء الصابون أفضل شيء نعم ومد يده مصافحا نجم الذي تنفس الصعداء ظنا منه أن المصافحة هي نقطة نهاية للحديث كما هي العادة ولكن عبود أعاد يده فجأة إلى جيبه قبل أن يجري المصافحة قائلا لحظة لحظة جلبت لك الدبوس ثم مد له الدبوس وأردف هؤلاء الألمان أولاد دقيقون حتى الشعر حتى في دكك الكلاثين يا رجل يخترعون الكلسون وكأنهم يخترعون ميق 17 اجعل ذنب الدبوس إلى الأمام عندما تدكك المطاطة ورأسه إلى الخلف تحسبا فقد ينفتح فجأة ويصبح من الصعب دفعه حاضر يا سيدي حاضر واجد نجم نفسه يقول لعبود الذي قال عدة كلمات أخرى لم يسمعها نجم ثم انصرف ولم يتنفس نجم الصعداء في هذه المرة حتى شاهده يختفي خلف المنعطف لم يشاهد نجم كوابيس تلك الليلة لأنه لم يغمض له جفن ولكن رغبات كثيرة راودته كأحلام يقظة فمرة دخل إلى الساحة ومعه رشاش وأفرغ شريطه كاملا في جسد عبود مهن سلطان ومرة شاهد نفسه يعلق الكلسون على حبل الغسل ويرميه بثهم من قوس النشاب ويصيبه في منطقة المحاشم تماما ليسبب له أكبر قدر من الألم فقد بدأ يشعر أن روحا شجيرة تسكن كلسون الخام الألماني ذلك وفي أحلام أخرى ساكب على الكلسون البنزينة وأحرقه وفعل بالكلسون وبصاحبه الأساسي كل ما يمكن أن يفعله شخص حاقد ناقم بمن يرغب في الانتقام منه غير أنه في اللحظات التي كان يثوب فيها إلى رشده كان يفكر فيما يتوجب عليه فعله لكي يتخلص من مأساة الكلسون فلم يعثر على طريقة تخلصه من هذا واكتفى بالأمل أن يمل عبود مهن سلطان يوما من السؤال عن الكلسون وبذلك تكون مشكلته قد حلت ولكن ذلك لم يحصل ففي كل يوم كان عبود إضافة لسؤاله عن الكلسون ومديحه للمنتج الألماني يقدم له توجيهات جديدة فيما يخص التعامل مع الكلسون الخام الألماني وبما أن لكل وعاء طاقة على الاستيعاب فإنه لا بد لهذا الوعاء في نهاية المطاف من الانفجار وهذا ما حدث مع نجم القاضي ففي أحد الأيام وكانت الثاحة مقتضة وبعد أول سؤال من قبل عبود مهن سلطان عن كلسون الخام وجد نفسه بشكل آلي يخلع من طاله ثم يخلع كلسون الخام ويناوله لعبود شاكرا إياه أشكرك جزيل الشكر على كلسون الخام الألماني ولكن خذه وخلصني منه لأنني لا أجد التعامل مع الصناعة الألمانية ثم التفت إلى الجمع الذي أخذ يحدق بعضه في مؤخرته العارية فاغرا فاهة وبعضه الآخر في مقدمته العارية فاغرا فاهة أيضا وقال بصوت يتهيأ للسامع معه أن أفعى تخرج من صدره يا جماعة لا تؤاخذوني أقسم لكم أن يكون الشخص عاريا خير له من أن يستر عورته بكلسون عبود مهنة سلطان حتى ولو كان بوبلين وليس خاما ألمانيا فقط استمعتم إلى قصة بعنوان كلسون الخام الألماني بقلم ممدوح حمادة وبصوت مصطفى دهيث